السلام عليكم اصدقاء القناة اليوم نتكلم عن المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها في شهر اكتوبر و نوفمبر مثل الخضروات الوراكية اللفت السبانيخ الخص البصل والثوم الجزر البازيلة البطاطس وفوز السوجة هتصلكم نحو الشاعر نتكلم قليلا عن طرق زراعت بعد اصناف هذه الخضار السلك السبانيخ التربة يفضل ان تكون اخصبه جيدة تصريف وتزرع البودور مباشرة في التربة بيومك حوالي واحد سنتين والمسافة بين البودور من خمسة الى سبعة سنتين والري يجب ان يكون منطدم زراعة الجزر الجزر يفضل التربة الرملية الخفيفة التي تسمح للجذور بالنمو بسهولة يحتاج الجزر الى مكان مشمس لحصول على افضل نتائج الري المنتظم مهم خاصة في المراحل الاولى من النمو زرع البودور مباشرة في التربة بعمق حوالي واحد الى ثنين سنتين وتحتاج بودور الجزر الى درجات حرارة تروح من سبعة الى ثلاثين درجة مئوية المسافة بين البودور عند الزراعة ترك مسافة حوالي دين الى ثلاثة بين البودور وبعد الإنبات وضهور النباتات تخفيف لتترك مسافة حوالي سبعة سنتين البصل والثوم الطربة يجب ان تكون خصبة وجيدة تصريف الزراعة البصل يزرع بالبدور بعمق حوالي ثنين الى ثلاثة سنتين والثوم يزرع بالفصص بعمق حوالي من ثنين الى ثلاثة سنتين الري يحتاج الى ري معتادل زراعة الخس الخس يفضل طربة الخس برمليات طينية دات تصريف الجيد من الجيد ان تكون طربة غنية بالمواد العضوية الخس يحتاج الى مكان مشمس لكنه في مناطق داس التقس العرض يفضل نصف الدل يمكن زراعة البدور مباشرة في التربة او بدء الزراعة داخليا ونقل الشسلات في واقص لاحق عند زرع البدور مباشرة زرعها بعمق حوالي 0.5 سنتين المسافة بين البدور اترك مسافة حوالي 20 الى 30 سنتين بين النباتات وحوالي 30 سنتين بين الصفوف الري الخس يحتاج الى ترطيب مستمر تجنب الري مباشرة على الاوراق خلال اوقات الحر الشديد لحد من خطر حدوث حروق الاوراق استخدام سماد عضوي متوازن قبل الزراعة يمكن اضافة سماد سائي خفيف خلال موزم النوم في الفيديو القادم ان شاء الله سوف نتكلم عن محاصيل اخرى يمكن ان نزرعها في شهر اكتوبر و شهر نوفمبر اشتركوا في القناة